موسيقى عام مضى على توقيع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان على اتفاقية الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في القدس المحتلة والتي اعادت التأكيد على الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة عام اربعة وعشرين وبعد التوقيع على الاتفاقية تجسد الدور الاردني والفلسطيني في تبني المجلس التنفيذي لليونسكو في الرابع من شهر تشرين الاول من العام الماضي للقرارات الاردنية الفلسطينية الستة حول حماية التراث الثقافي والانساني لمدينة القدس المحتلة ومدن فلسطينية اخرى من اجراءات الاحتلال الاسرائيلي وفي شهر تشرين الثاني من العام نفسه رفض الاردن بشكل قاطع الاجراءات الاحتلالية الرامية الى اقامة الصلوات اليهودية في الحرم القدسي الشريف مؤكدا ان اي فكرة حول نقل السيادة الاردنية لسلطات الاحتلال هي فكرة اجرامية وفي اواخر العام الماضي ايضا اضطرت الحكومة الاسرائيلية تحت ضغوط اردنية مكثفة لازالة كاميرات امنية وضعت على احد مبادئ المسجد الاقصى مطلع شهر سباط من العام الجاري وجه الاردن تحذيرا شديدا لهجة لسلطات الاحتلال عقب زيارة وزير اسكانها للحرم القدسي الشريف الامر الذي اتبعته الحكومة الاردنية باعلان وزير الاوقاف هايل داود عن خطة خمسية لترميم المسجد الاقصى وقبة الصخرة علاوة على تعيين تسعة وعشرين رجل وقف اضافي غير ان الحديث عن الدور الاردني اتجاه مقدسات المدينة العتيقة بعد توقيع اتفاقية الوصاية لا يستقيم دون ذكر اخر نجاح للاردن والذي تمثل بافشال المخططات الاحتلالية المتجسدة في المشروع الاستيطاني القاضي بسحب الوصاية الهاشمية عن مدينة القدس واسنادها لحكومة الاحتلال الاسرائيلي اشتركوا في القناة